بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالجميع هذا اللقاء هو مطلع لقاءات سلالات الصحابة والتي أشير فيها إلى ذرية الصحابة رضوان الله عليهم من المتقدمين أو من الموجودين إلينا أنا أنقل هنا ما يذكر في كتب التاريخ والنسب مما هو موثق وإلا فإن الكثير يدعي نسبته إلى الصحابة رضوان الله عليهم وليس كذلك سواء حمل اسمه مثل البكري أو الهاشمي أو الحسني أو الحسيني أو لم يحمل اسمه وصارت نسبته إلى أسرة أخرى أريد أن أعرض من هذه السلسلة ما يتعلق بسلالات الصحابة رضوان الله عليهم وفق ما ذكرته المصادر والوثائق والمؤرخون أريد أن أذكر اللاحق وألحقه بالسابق كما يقولون ولعلي أنشط الذهن للجميع للمشاركة بذكر بعض الأسر التي ثبت فعلا أنها تنتسب إلى الصحابة رضوان الله وطريقة في عرض هذه السلسلة أن أذكر كل أسرة على حدة من الصعب طبعا أن أستقصي في حلقة واحدة ما هي تعلق بذرية أبي بكر الصديق أو ذرية عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فأذكر كل الأسر المذكورة اليوم سواء الأسر الموجودة عندنا أو الأسر المتقدمة ممن نص عليها علماء التاريخ والنسب ولذلك كل من كانت عنده مشاركة فيما يتعلق بأسر معينة فليتفضل سأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أسرة البكريين الموجودة في القدس والتي تنتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذه الأسرة مقطوع بنسبها ولها شهرة متقدمة ولاحقة أيضا وهناك الكثير من الأسر التي تنتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سواء تنسب إليه باسمه البكري أو بلقبه الصديقي أو العتيق أو غيرها من هذه الألقاب أو تنتسب إلى أسماء أخرى قد تكون هناك بعض الأسر تنتسب إلى أسماء موجودة اليوم اسم الجد على سبيل المثال لكن من خلال تسلسل النسب والوثائق المؤكدة وكلام النساب والمؤرقين تنتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكلامنا اليوم عن أسرة البكري الموجودة في القدس متى قدمت إلى القدس ما هي أبرز أعمالها ما هي أبرز شخصياتها أسرة البكري الموجودة في القدس هي نفسها الأسرة الموجودة في الخليل والتي كانت مشرفة على موضوع الإقراء في المسجد الإبراهيمي وهذه الأسرة لها شأن كبير في الخليل وفي القدس في أواخر القرن الحادي عشر الهجري انتقلت هذه الأسرة من الخليل إلى القدس وطبعا هناك الكثير من الأسر ومنها أسرة البكري كانت تمر في القدس مرورا سواء من أجل الصلاة في المسجد الأقصى أو من أجل التجارة أو من أجل أشياء أخرى والذي يدل على وجود أسرة البكري في القدس بعض الوثائق منها وثائق متعلقة بالوصايا على الأيتام أو بيع والشراء الأراضي واستمرت أسرة البكري موجودة في القدس إلى مطلع القرن العشرين في حدود سنة 1924 الموافق سنة 1342 توفي آخر رجل من البكريين المقدسيين كانت أسرة البكري في القدس لها مكانة اجتماعية وسياسية وعلمية فقد كانت أسرة البكري في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي مشرفة على الصرة العثمانية أو الصرة الرومية كما تسمى الصرة هي عبارة عن مبالغ مالية من الزكوات والصدقات والإبات وغيرها ترسل من قبل الأستان في الباب العالي في الدولة العثمانية السلطان العثماني لتوزيعها على الفقراء في الحجاز بالإضافة إلى ترميم ما يحتاج إلى ترميم في الحرمين فكانت أسرة البكري مشرفة على هذه الصرة الرومية لأن الأتراك يسمون بالروم في سنة 1718 كان مشرف عليها الشيخ خليل بن أحمد البكري وظلت هذه الصرة مع الأسرة البكرية في القدس إلى أن تنازلت عنها لأسرة الشهابي في سنة 1754 من الميلاد هذا فيما يتعلق بأسرة البكر التي قدمت من الخليل وسكنت القدس وصارت لها وجهة اجتماعية ودينية وإلا فإن هناك الكثير من البكريين من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاوروا في المسجد الأقصى وأتوا بأسمائهم منها أسرة البكر التي قدمت من مصر وأسرة البكر التي قدمت من بغداد وبكريون آخرون وهؤلاء البكريون الذين كانوا موجودين عبر التاريخ يعني في أيام الدولة العباسية وما بعدها لهم مكانة علمية كثير منهم من عرف بالعلم ورواية الحديث ونشر المخطوطات وكتابتها لا شك أن هناك الكثير من من ينتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما زال موجودا في القدس أو موجودا في نواحي فلسطين أو نواحي الشام أو غيرها من النواحي ولعل هذا الأمر ينشط الأسر البكرية المقطوع بنسبها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو الأسر الأخرى التي تنتسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم لتدوين ما يتعلق بشخصياتهم سواء الشخصيات السابقة أو اللاحقة مع إرفاق ما يمكن إرفاقه من الوثائق والصور لتكون هذه السلسلة أكثر إثراء ومعرفة للجميع ومع يقيننا التام بأن هذه الأسر إنما تحوز الشرف بالعلم والتقوى ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه شوفكم على خير وثق تاريخ مؤسستك وثق تاريخ عائلتك وثق تاريخك الشخصي آثار للأعمال التاريخية والتوثيق ثريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد آثار للأعمال التاريخية